اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله الله عظيم الله عظيم يا اخي اذا دعت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك مو هذا العمل مو ايش العمل يصير لم تشفع صرخاتهم التي تجاروا الى الله من شدة الظلم والحيف الذي اصابهما ولم تنفعهم سندات الملكية التي احتفظوا بها اهلا مدار سنين لضمان حقوقهما ولا ضيق الحالة التي يعيشونها بعد ان اخذ التنظيم الارهابي مأخذه منهما بل اوغلت بلدية الموصل بطغيانها وراحت تداهم بيوتهم التي لاذوا اليها لتسترهم هذه حال اهالي منطقة التسعين الارباجية في ايسر الموصل اصحاب الدور المهدم اكدوا انهم فقراء ومهجرون من الجانب الايمن الا ان صيحاتهم التي تعالت وبلغت عنان السماء لم تصل الى اسماع المحافظة الذي صمم على اي بيت بالعراء دون سقف يحميهم ويستر عورتهم وسقف يستظلون به ما لهذه الاراضي ترجع الى شخص اسمه كنعان كنعان اراضي ملكية موجودة سند الاسود ما لهذه الاراضي الموجودة هذه 4000 بيتين المبني من سنة الالفين لحد الان هذه الاراضي تم بني وموجودة والدولة وفرت الكهرباء دخل الكهرباء على هذه المنطقة وكلتها عندنا سندات زراعية وملكية بهذه الاراضي فاكو قرار بان هذه الاراضي معوضة او مطفية مثل ما يقولون امه فهذه الاراضي لا مطفية واكو دعوة بالمحكمة عليها بين صاحب الاراضي وبين الحكومة موجودة السندات التي تثبت هذا الشيء وبحسب الاهالي فان البيوت التي تعتزم بلدية الموصل هدمها مشيدة على اراضي زراعية ملكيتها قديمة وسندات الملكية تثبت عائديتها منذ عام 1997 وفحواها يقول تنقل بلا بدل ملكية ودون تعويض مملوكة ابا عن جد وهذه السندات صور لي يا حبيبي التي تثبت هذا قرار ديوان الرئاسة في 27-1997 تنقل بلا بدل ملكية أي بدون تعويض هذا الشيء يثبت أنها أرض ما معوضة زراعية هذا الله كتاب ديوان الرئاسة والأمانة العامة لمجلس الوزراء يعني الأراضي إذا كانت مبنية بالتصميم الصحيح يحق للمواطن أن يتملكها حتى نفرض هم كما يزعمون ويقولون أنها أرض متجاوز عليها أخي تعال قيمها على المواطن وبيع له إياها بسعر رمزي دولتنا غنية مو فقيرة تعوضوا المواطن مو تهدم المواطن بوصلية تحدثت بحسرة وكمد عن بيتها الذي هدمته المحافظة وإيتامها الذين بقوا دون مأوى متسائلة عن مصيرهم بعد أن هدم السقف الذي ينضون تحته أبوي أشحتي أشحتي يشوفوا بيتي شنون وقعوه وصاحبتي تاما ومجمعتهم منيان ومنيان وديان الخيرين دينوني بس لرد أسوي لي فيواجعد هالجهال هاي بيها أوتالي هاي روحوا شوفوا بيتي وانا روحاني وانا روح قلوا لي هذه حال الموصريين في الجانبين فحتى من وجد سقفا يتفيأ به ويحميه وأولاده من حر الصيف وبرد الشتاء جاء قرار محافظة نينوى بهدمه فهل هذا الوقت المناسب لتنفيذ القرارات دون مراجعتها بهذه المدينة المنكوبة إنها مناشدة إلى كل من يهمه الأمر